تنفيذا لتوجهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة وللعهد رئيس مجلس الوزراء حبيده الله لوزارة الإسكان والتقديط العمراني بإقامة الفعاليات والمعارض التي تسهم في التعريف بالخدمات والبرامج التمويلية الإسكانية تفضل معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء برعاية افتتاح معرض التمويلات الإسكانية نعم وذلك في مجمع سيتي سنتر البحرين وبحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة الوزراء والمسؤولين وبهذه المناسبة أكد معالي الشيخ خالد بن عبدالله أن تنظيم معرض التمويلات الإسكانية في سنته الثانية على التواليه يأتي في إطار الجهود الرامية إلى مواكبة الرؤى الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وتوجيهات صاحب السمو الملكي وللعهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لتوفير متطلبات واحتياجات المواطنين الملبية لطموحاتهم في حياة كريمة والتي يأتي في مقدمتها توفير السكن المناسب ولفت معاليه إلى أن الحكومة مستمرة في تطوير سياساتها لضمان استدامة الخدمات الإسكانية في إطار سعيها لتقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات المواطنين وذلك من خلال برنامج التمويلات الإسكانية والذي تم إطلاقه في شهر أغسطس من العام الماضي وبرنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية الذي شهد هذا اليوم افتتاح أول مشاريعه والإعلان عن اكتماله وهو مشروع سهيل الإسكاني الكائني بضحية اللوزي وأنوه معاليه بجهود جميع أطراف منظومة التمويلات الإسكانية التي أسفرت عن تحقيق تلك النتائج الإيجابية بما في ذلك شركات التطوير العقارية المساهمة في طرح المشاريع والمخططات الإسكانية بأسعار تلائم المستفيدين من البرامج التمويلية المستحدثة وكذلك البنوك والمصارف المحلية المشاركة في توفير التمويلات وتسهيل الإجراءات كما أشاد معالي نائب رئيس مجلس الوزراء بجهود وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان لتنظيم معرض التمويلات الإسكانية هذا العام والذي يتميز بطرح محفظة عقارية تضم أكثر من عشرة آلاف عقار إلى جانب وحدات مشروع سهيل الإسكاني من جهتها ثمنت سعادة السيدة آمنة بن تحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني توجيهات سمو للعهد رئيس مجلس الوزراء لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني بقامة الفعاليات والمعارض التي تسهم في التعريف بالخدمات والبرامج التمويلية الإسكانية كما أعربت عن شكرها لمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء على تفضله برعاية معرض التمويلات الإسكانية والتي تعكس اهتمام معاليه المستمر بدعم المشاريع والبرامج الإسكانية وأضافت الوزيرة بأن فكرة المعرض تقوم على تسهيل اختيار الموطنين لنوع التمويل المناسب لهم وعرض باقة العقارات التي يوفرها المعرض بأسعار ملائمة فضلا عن تواجد البنوك والمصارف الموولة مما يساعد المواطنة على اتخاذ القرار وفقا لما يناسب احتياجاته واحتياجات أسرته مشيرة إلى أن النسخة الأولى من المعرض بالإضافة إلى المبادرات التسويقية الرامية إلى التعريف بالتمويلات قد أحرزت تقدما ملموسا وهو الأمر الذي انعكس على حجم الإقبال على طلبات الاستفادة من تلك البرامج والتي فاقت سبعة ألاف طلب وتلبية أكثر من ستين بالمئة من تلك الطلبات في غضون عشرة أشهر فقط